في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون أصفرت جهودها في مجال الأمن العام خلال شهر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 3433 عنصر إجراميا ومصرع ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم 1472 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش جرينوف و190 بندقية ألية و197 بندقية خرطوش وتسعة وستون مسدسا وألف واربعة عشر فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتية الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 435 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر أربعة ألاف وستمائة وثمان وسبعين قطع السلاح ناري بحوزة سلاسة ألاف وتسعمائة وخمسة وسبعين متهما أبرزهم إثنان جرينوف رشاش خمسمائة وثلاثون بندقية ثلاثمائة وخمس وتسعون بندقية أليا ومائتان وأربعة وعشرون مسدسا وثلاثة ألاف وخمسمائة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة وخمسمائة وإحدى عشر خزينة إضافة لستة ألاف وسبعمائة وثمان وسبعين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط خمس ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط ثلاثين تشكيلا عصابيا ضموا مائة واربعة متهما قاموا بارتكاب مائة وستة وستين حادث متنوع كما تم ضبط خمسمائة وخمسة وثلاثين متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف عمود ثلاثمائة واثنين وثلاثين حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية خمسمائة وستة وعشرين متهما كما تم إعادة أربع وعشرين سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين وثلاثمائة وواحد واربعين ألفا واربعمائة واربعة وسبعين حكما قضائيا من بينها تسعة ألاف ومائتان وثنان وثلاثون حكم جناية وسبعمائة وستة عشر ألفا ومائتان وثلاثة حكم حبس جزئي ومائت وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة واربعة وثمنون حكم مستألف ومليون ومائت وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وعشرون حكم غرامة وثلاثمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون حكم مخالفة